السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة ونتحول الى اقليم سويرة مع للا رشيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام عليكم يا مرحبا للا رشيدة الله يكتخرك بنتي الله يرفع مقامك الله يجزك باخر على اقتر للا اجاب شكرت الله يصلح شبابك ابنتي ايوان عليك اشكا على بحدة الله على جزك باخر نعم كده هنا على الواردين ما كان صليش كان صلت اقتر ليلة هيل الله وهذا لم يصلي عjem شوية ليلة هيل الله شاد و أنا ينفقت و أنا سوء و جمعة عاد جدا لا حول ولا اهده الله يهده و يهدهنا جميعا إيه يها لم ينفق corr يارب بإذن الله بإذن الله بإذن الله هتلقي معنا بنتي راشده ختم الحلقة لشعإدان وادي الخير واتكون شاملة وجامعة بإذن الله مشكل كبير يكونوا الوالدين شو واحد فيهم مكي يصليش إلا سونا الوالد وقلنا لعلش مكي تصليش غادر القول اللوم ماشي اللي هو اللوم لآبائه وأمهاتهم لنا المفروض أن هذا الوالد خاص يتعلم الصلاة من اللي كان صبي صغير أحد العلماء القى وحد الرجل مكي يصليش قال لي العتاب ليس إليك العتاب إلى أمك وأبيك قال لي العتاب إليهم لأنهم ما علموك الصلاة المفروض أن الصلاة نعلمها لصبياننا في سبع سنوات علموا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع المفروض لوالدين يعلموا الأطفال يروم الصلاة من الصغر أما مسكيني واحد الإنسان ولدي مفهنينش هو مكي يصليش أكبر وشب ثم بعد ذلك أصبح كهلا وتزوج وأنجب أعادك يقول لي هولادو يا أبتي متصلي كتجي شاقة على نفسه إلا إذا أدركته هداية الرحمن الصلاة أيها الأحبة الكرام خاصة الإنسان يعلم علم اليقين بأن سر هذا الوجود كله إحنا في الدنيا أشغل نديره هنا أشغل سنك نديره فقد الكوكب الأرضي أولى الأولويات رقم واحد وهو الصلاة قبل أي حاجة قبل الصناعة أو التجارة وقبل الخدمات وقبل عمل سياسي وقبل عمل حربي وقبل عمل ديبلوماسي وقبل الطبخ وقبل كل هاتشي كتجي في الحياة هاتشي كله رغير أسباب العيش ولكن سر العيش ومقصد العيش هو في الصلاة يقول ربنا عز وجل وما خلقت الجن والإنسة إلا ليعبدون نحن خلقنا للعبادة أما الشي الأخرين قموا به في الحياة هذه كان أسباب العيش باش نستمر في الحياة وإلا فإن العمل الأول والمركزي هو الصلاة وربنا عز وجل جعل من يصلي مفلح قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سروا الفلاح في الصلاة وتاركوا الصلاة هذا مسكين مقطوع الصلاة بينه وبين خالقه والله يحفظ نوائياكم حينما يموت الإنسان ويورى في التراف قبره أول سؤال يسأل لن يسأل على قانون الأمم المتحدة ولن يسأل عن قانون السير ولن يسأل عن قانون الطب ولن يسأل عن الفرق الرياضي شكل فاشكل خسر هتكول أسباب الدنيا أول سؤال تسأل عنه خليك نتكوله يسأل عن الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله ربنا عز وجل كيوجه العيتب حتى للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون هذا مصلي وربي قال لك ويل هلاش؟ لأنه ما كيصلش في الوقت وكيصل دائما مخطوفا ومن اللي كيصلي يتباهى باش يشوفوه الناس كيصلي قال لنا فويل لهؤلاء لأنهم يتظاهرون بذلك ويضيعون الصلاة عن وقتها هذا كيصليه لكن كيضيعه فما ظنك بالذي لا يصلي أصلا بنتي راشيدة باش هتعوني الوليد ديالك هتعونيه مرة مرة بواحد النصائح بواحد الإرشادات صغيب باش الفرع يعلم الأصل صغيب ولكن بالطريقة اللابقة أحسن طريقة ديال التعليم التعليم كين بالمقال وكين تعليم بالحال التعليم بالمقال ما يقوله العلماء صلي الصلاة فيها الفضل فيها الأجر هذا تعليم بالمقال هناك التعليم بالحال وهو أنه نقوم نصلي أمامه في كل صالام ونتنتوضع ونجمع خوتاتي الصغار وخوتي والوالدة ونصليه أمامه هو قاس في الصالون ونحن نفرش أمامه ونصليه أمامه هذا كتسمى التعليم بالحال هو ضميره غير تأنب ما نخافوش من بعض الحالات لأنه نحن عمدون له أربيع عاطينا واحد القوة في نفوسنا تسمى الضمير محكمة الضمير راكينا وخكت نأس وكتغفل لكن سرعان ما تستيقظ من اللي يغدروا هذا العمل هذا ضميره سوف يستيقظ وسوف يحاسب نفسه أكتير له من الدعاء يا رب يا رب يا رب حبب لأبي الصلاة زينها في قلبه كره إليه الكفر والفسوق والعصيان اجعله من عبادك الراشدين وسوف ترين بأن الله تعالى سوف يعطيه الهداية في قلبه الله يهديه ويهدينا ويهدي جميع المؤمين والمؤمنات اللهم آمين يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة